السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنان العزاء طالبات وطالبات التعليم الفني الصناعي قسم تركيبات كهربية او برنامج فني تركيبات كهربية وبرنامج فني آلات كهربية. نهاردة ان شاء الله بالنسبة للمدارس العاملة بمنظومة الجدرات هنكمل شغلنا مع بعض في وحدة مكونات الدوائر الكهربية وزي ما وضحنا هي الوحدة التالتة وهتبقى بالتوازي مع وحدة اجهزة القياس لبرنامجي فني تركيبات كهربية وبرنامج فني آلات كهربية طوال الترم الفترة المتبقية او الاسابيع المتبقية من الترم الاول. احنا كنا بدأنا مع بعض في المخرج التاني في حلقة سابقة واتكلمنا عن تنفيذ او كان المخرج بيتكلم بعنوان تنفيذ الدوائر الكهربية وفقا للمخطط وقلنا كلمة مخطط يعني الدايرة الكهربية اللي انت هتنفزها او رسمة الدايرة الكهربية اللي قدامك اللي انت بتشتغل عليها او بناءا عليها. طيب احنا في حلقة سابقة اتكلمنا عن الدايرة الكهربية ومكونات الدايرة الكهربية وقولنا انه انو اين بيبقى فى اي دايرة كهربية اي دايرة كهربية هي عبارة عن منبع وحمل وسيل التحكم واسلاك توصيل وبيبقى عندي وسيلة الحماية اللي هي المصهر او الفيوز او المفتاح القاطع 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 الحماية او المفتاح الأوтомاتيك اللي هو بيبقى وسيلة التحكم فيه الدايرة الكهربية. عرفنا كل واحد منهم وبعد كده دخلنا على العوامل اللي بتوقف عليها قيمة المقاومة الكهربية وقولنا طريقتين لحساب المقاومة الكهربية أن أنا ممكن يبقى عندي في الدايرة أنا عارف قيمة الجهد وفرق الجهد اللي على أطراف المقاومة وعارف قيمة الطيار أو شدة الطيار اللي مر فيه المقاومة وبالتالي أقدر أقول أن المقاومة هي الـ R تساوي V على R. يبقى أنا كده حسبت قيمة المقاومة عن طريق معرفة قيمة شدة الطيار وفرق الجهد على اطراف المقاومة لكن قلت لك من ناحية تانية انا عندي طريقة تانية ممكن نحسب بها قيمة المقاومة ودي مش عندي انا دي المقررة عليك في المنهج بتاعك انه بمعلومية طول الموصل او طول السلك ومساحة مقطعه والمقاومة النوعية للموصل اقدر برضو احسب قيمة المقاومة وقلناها بالتفصيل وحسبنا عليها مثال لحساب قيمة المقاومة والمقاومة النوعية وقلت لك خد بالك ان قيمة المقاومة بتتناسب ترضيا مع طول الموصل لكن قيمة المقاومة تتناسب عكسيا مع مساحة مقطع الموصل وقلت لك ليه لان مساحة مقطع الموصل انزادت معناها ان الطير عالي معناها ان المقاومة ايه ولي indispensable يبقى علاقة عكسية بين المقاومة ومساحة مقطع الموصل تمام كده؟ بعد كده حسبنا او قلتلك ان المقاومة النوعية بتتناسب طرديا مع قيمة المقاومة الكهربية وحسبنا قيمة المقاومة النوعية وقلنا ان الار تساوي رو في ال على ايه وقلنا ان الرو اللي هي المقاومة النوعية الار في ايه على ال وقلنا كام قانون تلاتة شكلناهم حسب المعطيات والمطلوب عفوا وبكده اكون قدرت احسب قيمة المقاومة اما بالشكل ده او بالشكل ده احنا النهاردة هنبدأ شغلنا بالجزء مهاري يخص تمرين موجود عندك في الدليل الطالب الكتاب اللي معاك ومن ضمن التمرين اللي هتتضرب عليها وهو استخدام البردة في توصيل المقاومات سواء توالي او توازي وايه هي اشكال البردة اللي موجودة معايا وهل البردة كلها بتيجي جهزة ولا مش جهزة انا اللي بعملها فده هيبقى هنشوفه في التمرين والفيديو اللي هنعرضه على حضراتكو دلوقتي تعال نشوف مع بعض كده التمرين عملي رقم واحد بيقول لي او التدريب ده بيقول لي ايه قم بتنفيذ الدائرة التالية والتي تتكون من مقاومة قيمتها 5 كيلو اوم او الاقرب قيمة او المتاحة في المعمل مصدر جهد مستمر قيمته 10 فولت يعني هنا بيقول لي والله برضو يعني حسب المتاح في المعمل وبيقول لي ان مصدر جهد ده يبقى 10 فولت انت ممكن ده يبقى بطارية او يعني مصدر جهد مستمر 10 فولت مفيش مشكلة لو مش متاح يبقى احنا ممكن ننفذه على معمل اللاب فولت عادي وده هنتكلم فيه برضو في حلقاتنا المتتالية في هذا المخرج فين الدائرة الكهربية اللي هنشتغل عليها باش مهندس هي دي الدائرة الكهربية دائرة عادية مقاومة ومنبع المنبع هنا 9 فولت اهوت وعندي المقاومة 5 كيلو اوم وده مفتاح او سويتش بتاعي ودي دايرة هتتنفذ اما على برضو او ممكن تنفذها على معمل اللاب فولت وممكن خلي بالك ممكن تنفذها على لمبة عادية يعني منبع ولمبة وسلكين هتوصلهم انا كده وصلت الدايرة بتاعتي يعني عندنا اشكال كتير ممكن نعمل الكلام ده بها ونطبق الكلام ده بها ولكن هو هنا بيقول لي خطوات تنفيذ التمرين وهي دي اللي هتحكمني هنا خطوات تنفيذ التمرين تتم عملية التجهيز رقم واحد تتم عملية التجهيز المطلوبة حسب المخطط المعطى وطبقا لعوامل الامن والسلامة المهنية جميل يبقى انت علشان تشتغل بتجهز الشغل بتاعك وفقا للمخطط وبعد كده بتراعي عوامل السلامة والصحة المهنية او قواعد سلامة وصحة مهنية رقم اتنين يتم تجهيز المكونات من مقاومة مادية ومصدر الجهد واسلاك اللي هي مكونات الدائرة الكهربية رقم تلاتة يتم التوصيل للمكونات والتأكد من سلامة البردى ثم يرتب وينظف مكان العمل يبقى هنا هستخدم ايه اساتزة بردى هي اللي هشتغل عليها تمام طيب البردى اللي متاحة هل هي هتبقى مسقبة ولا صماء زي دي دي اشكال البرد النحاسية اللي ممكن تبقى موجودة عندي في القسم او في المعمل او في المدرسة اشكال البردى عندي انا عايز اكبرلك بس الصورة دي كده دي شكل ليه البردى ممكن تبقى بردى جاهزة جاية جاهزة كده خطوط نحاسية مسقبة بيبقى الظهر بتاعها خشب وده هنشوفه في فيديو دلوقتي الظهر بتاعها نوع من الخشب والوش بتاعها هنا خطوط نحاسية ومسقبة بحيث السقوب اللي فيها بتبقى مقاسها متناسب مع ارجل العناصر الالكترونية اللي هنوصلها طب ايه النوع التاني قال لي النوع التاني هنا دي بتبقى بردى وشها نحاس صم مسمط يعني مفهوز سقوب مش خطوط انت اللي هتاخدها حضرتك وتطبع عليها التمرين بتاعك وتوصل التمرين بتاعك عليها وتعمل السقوب عليها وتركب العناصر الالكترونية واسلاك التوصيل تمام كده؟ طيب خطوات التنفيذ ايه؟ او خطوات العمل قال لي والله رقم واحد ضع المخطط المعطى امامك وحدد الابعاد المطلوبة لكل مكون طيب الخطوة التانية ارسم المخطط على لوحة الاختبار اللي هي البردى بالألم الرصاص ثم بألم الحمض افه رقم تلاتة ضع البردى في الحمض لفترة محددة ثم اخرجها اربعة علم نقاط دخول المكونات في البردى ثم يثقب بالشنيور والبنطة المحددة طيب بعد كده خمسة ادخل المكونات الكهربية في البردى وقص الاطراف الزايدة من الخلف ستة استخدم مكوة اللحام او مكوة اللحام والاسدير في لحام اطراف المكونات كما في المخطط رقم سبعة تأكد من مطابقة اللحام للمواصفات لازم اللحام بتاعي يكون جيد لانه في التقييم بتاعك هتلاقي في معيار من المعيير ان جودة اللحام مطلوبة رقم تمانية وصل الدائرة بالمنبع وهنا هنشوف فيديو مع بعض الفيديو ده هيبدأ يوضح لي الطريقة او تنفيذ التمرين اللحنا هنشتغل عليه مع بعض وهنشوف البوردة وشكلها الظهر بتاعها الخشبي والوش النحاس بتاعها وهنأكد على بعض المعلومات واحنا شغالين نشوف مع بعض الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه رقم واحد انا بجهز التمرين بتاعي بيبقى معايا البوردة النحاس والمخطط بتاعي زي ما احنا شايفين كده في الكتاب وورقة كربون والألم ومصطر كده جاهزت حكتي اللي انا هرسم بيها المخطط الاول انا اول حاجة بأكد عليها بأكد على ايه بأكد ان يكون البوردة اللي في ايدي الوش النحاس بتاعها ده اللي هو الوجهة دي تكون مفيهاش خدوش ايوة الوجهة النحاس دي بص الظهر هنا خشب ازاي والوجهة نحاسية دايما بتأكد انه مفيش كسور فيها مفيش اجزاء نقصة بعتذر جدا الوجه النحاس ده يكون مفيهاش خدوش مفيهاش ثقوب مفيش جزء النحاس متأشر مفيش حتة مكسورة منه ليه علشان ما يبقاش المخطط بتاعي بعد ما خلص دايرتي خالص الاقي ان احد الخطوط اللي انا رسمتها الخط النحاس بتاعه مقطوع او هيبقى غير صالح يبقى بتأكد ان هي الوجه بتاعها سليم مفيهاش خدوش ولا اي حاجة من المشاكل او العقبات اللي ممكن تسبب لي مشاكل في الدايرة بتاعتي تمام؟ بعد كده بجهز ورقة الكربون اللي موجودة عندي وورقة الكربون دي فايدتها ان انا هشف بيها او هطبع بيها المخطط اللي في ايدي ده هبدأ احط البردة اسبت البردة اسفل المخطط وبعد كده هعمل ايه احط ورقة الكربون عليها وهزبط البردة كويس تحت المخطط زي ما احنا شايفين كده بتأكد دايما انه طبعا هنا بقولك انك هتشتغل بالمسطرة يعني خد بالك انت هتبقى شغال بالمسطرة وتعيد على الخطوط دي بقلم جاف طبعا او القلم الرصاص سواء يعني المهم انه هسبت البردة كويس على مقاس المخطط بتاعي وبعدين اجيب ورقة الكربون احطها اسفل ورقة المخطط وتبقى على البردة مباشرة بحيث ان اول ما هعمل اعادة على خطوط المخطط تبدأ تظهر فين يا سادزة تبدأ تظهر لي على اشوف كده تبدأ تظهر معايا على البردة النحاسية تحت وطبعا اللي ظاهر تحت هنا هيبقى الوش النحاس مش الوش الخشب تمام كده الوش الخشبي مش هو اللي هيبقى تحت الكربون اللي هيبقى ظاهر تحت الكربون مباشرة هو مين الوش النحاسي او الطبقة النحاسية اللي موجودة على البردة وهنا هتلاقيني يعني هوريلك دلوقتي الجزء ده خاص به هنشوف فيديو تاني نكمل عليه في عملية التنفيذ هنا بالتمرين وكمان هيبقى عندي جزء خاص به طباعة البردة والمخطط اللي موجود على البردة وكمان المخطط لما يتطبع بشكل مناسب على البردة ونهاية المخطط وهعمل ايه بعد كده في المخطط اللي انا عملته او نقلته كرسمة على البردة نشوف مع بعض كده الفيديو تاني او الجزء المتبقي من الفيديو اللي من خلاله بكمل طباعة المخطط على البردة او الكربون علشان يطبع على البردة بتاعتي وبالتالي خد بالك في جزء مهم قوي انك لازم تبقى خطوطك مستقيمة الخطوط مزبوطة علشان تبقى شكل المخطط بتاعك مناسب وخد بالك الدواير الصغيرة اللي موجودة في نهاية الخطوط دي بتدل على شيء مهم جدا ان هنا هنسبت ارجل العناصر الكهربية او العناصر الالكترونية اللي هنسبتها في البردة طيب الدايرة دي هيبقى فيها ايه الدايرة دي هتلاقيني بحط رواها نقطة تمام النقطة دي معناها ايه معناها ان هنا هنزل بالبونطة والبونطة طبعا اللي هتبقى في الشنيور هتبقى مقاسها او قطرها مناسب او على قد مين على قد قطر ارجل العناصر الكهربية او الالكترونية اللي احنا هنسبتها بص الدايرة هتلاقيني بحط جواها نقطة تمام بص كده يا فندم طبعت فين طبعت على البردة وبقى الشكل اللي قدامي ده هو اللي موجود فين على البردة وبعد ما خلص كل الطباعة او عمليات الطباعة كده خلصت طباعة البردة وابدأ اشالها ما بشلهاش الا لما اكون خلصت كل المخطط بتاعي علشان ماينفعش اخرج وعيد تاني هتبقى الخطوط مش متنسقة ومش متصلة ببعضها وممكن انسى خط مهم يكون عليه اساس تشغيل الدائرة بتاعتي وما يعني معملوش او انساء بعد كده باستخدام الالم دوكو الالم ده اسمه الالم دوكو ويعني بنشوفه كتير الالم دوكو ده بنشوفه في سائق السيارات بيكتبوا بيه على الاطارات والكاويتش في منه ابيض طبعا انت محتاج ابيض او سود وباستخدمه هنا في الاعادة او بامش بيه باستخدمه في الاعادة على خطوط المخطط اللي انا رسمته وبينزل منه البوهية او الدوكو بتاعه الهدف ايه هنا الهدف هنا يعني انا ممكن هنا بقولك بص انا ممكن استخدم المسطرة بس في حاجة الالم الدوكو ده بينزل منه الدوكو بكمية كبيرة قوي فلو غلط وصحبت المسطرة يمين او شمال هتلاقي سحبت على الرسمة بتاعتك وانا الهدف من الالم الدوكو ده ايه اه ان الخطوط اللي عليها دوكو انا ايه هي لما اخلص هحط البردة دي في حامض ومحلول خاص بيه البردة بيعمل على تآكل النحاس يبقى احنا كده فهمنا احنا حطينا الدوكو ليه الدوكو ده هيغطي الخطوط اللي انا رسمها المخطط بتاعي يقوم لما المخطط او الحامض اللي هنحط البردة فيه يعمل تآكل للطبقة النحاسية اللي على البردة اللي هيحصل هيبقى كل النحاس اللي انت شايفه قدامك ده حصل له تآكل في المحلول تمام داب في المحلول خلاص طيب وبعدين هيتبقى على البردة الشكل النهائي اللي هو الخطوط او الشكل النهائي للبردة بتاعتي كخطوط سودة كده الخطوط اللي هي عليها ادوكو طيب بيحصل ايه كمان قال لي ده بعد كده لما النحاس بقى بنطلع البردة من النحاس من المحلول بنبدأ ننظف البردة كويس وخلي بالك المحلول ده يعني ما يجيش على ايدك لفترة طويلة او الزي بتاعك لانه بيعمل بقعة زي بقعة صادة كده على اللبس بتاعك مش هتطلع او مؤزية يعني ده كده ده كده هيبقى الشكل النهائي للمخطط وانا كده نقلت المخطط وعدت عليه بقلم ادوكو او غطيت خطوط النحاس اللي انا عاوزها بقلم ادوكو واكون بكده قدرت اقول ان انا خلصت المخطط بتاعي على البردة والخطوة اللي بعد كده بنحط البردة في محلول او الحامض يحصل ايه تآكل لطبقة النحاس كلها بعد ما بتتآكل طبقة النحاس بيتبقى لي على البردة اللي قدامي الخطوط اللي انا رسمتها بس مفيش اي نحاس تاني على البردة بتبقى كلها طبقة خشبية وش وظهر طيب ايه اللي بيتبقى الخطوط السودة اللي انت رسمتها بالقلم ادوكو طيب وبعد كده قال لي طيب طب وبعدين هاجي على قلم الدوكو الدوكو اللي انا اللي تبقى على البردة تحت نحاس هو ده خطوط النحاس اللي انا عاوزها في البردة بتاعتي تمام يبقى هنعمل ايه بطريقة بسيطة كده وبرفق نشيل الدوكو ونقشره حلاقي تحت خطوط النحاس اللي انا عاوزها هي دي بقى البردة اللي انا عاوزها والمخطط بتاعي وابدأ ابدأ بعد كده اعمل صقب او عملية الصقب واستخدام الشنيور في عمل السقوب اللي انا هشتغل عليها في المخطط بتاعي او الدائرة الكهربية بتاعتي اللي انا هشتغل عليها وبكده يبقى التمرين ده خلص وبعد كده بركب العناصر الكهربية او العناصر الالكترونية سواء مقاومات بقى او انطار التوحيد كل الحاجات اللي انت هتتعلمها وتكتسبها تقدر تعمل دائرة التوالي دائرة التوازي كل الحاجات الدوائر اللي ممكن تكتسبها او اللي هتنفزها والمخططات تقدر تنفزها على البردة اللي انت هتعملها ده كان تمرين من التمرين اللي من خلاله قدرنا نكتسب مهارة طباعة البردة وتوصيل دائرة كهربية عليها ممكن تبقى دائرة مقاومة ومنبع مقاومتين توالي مقاومات توازي ممكن نعمل عليها اي تمرين تمام طيب بيبقى كده ده تمرين خلص وشفنا الجزء المعرفي والمهاري الخاص به لو بصينا تاني هنلاقي جزء جديد هنتكلم فيه وهو قانون اوم قانون اوم هنا ده خاص بالمقاومة الكهربية وبيقول لي ان قانون اوم بينص على ايه بينص قانون اوم على ان فرق الجهد بين نقطتين يساوي حاصل ضرب قيمة المقاومة في شدة الطيار المار في هذه المقاومة يعني ايه الكلام ده مستر مش احنا اتكلمنا عن المقاومة وقلنا ان المقاومة بتعوق مرور الطيار او بتحد من مرور الطيار او بتقل مرور الطيار ايوه طب لما اجا اقول لك نص قانون اوم بيقول ان المقاومة او القانون بينص على ان فرق الجهد بين نقطتين بيساوي حاصل ضرب قيمة المقاومة في الطيار اللي مر في المقاومة دي يبقى انا كده قدرت احسب قيمة المقاومة وقيمة الطيار او قيمة الجهد انا كده حسبت قيمة الجهد القانون هنا بيقول لي قيمة الجهد جميل طب يعني الكلام ده اقدر من خلاله اتكلم عن قانون اوم وحساب المقاومة افتكر الحلقة السابقة قلتلك احنا ممكن نحسب قيمة المقاومة بمعلومية الجهد والطيار جميل طيب بيقول لي كمان بيانص قانون اوم على ان الطيار المر في موصل يتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرف الموصل امتى عند ثبوت قيمة المقاومة للموصل تمام كده يبقى دي جزء مهم قوي لازم بيتناسب ترديا مع الجهد او شدة الطيار تتناسب ترديا مع فرق الجهد اللي هو الفي امال ايه بي دي دي موصل بدايته ونهايته من النقطة ايه الى النقطة بي يعني اقدر احسب قيمة الطيار من هنا ايوة زي ما حسبنا قيمة الجهد زي ما حسبنا قيمة المقاومة اقدر اقول ان الفي على ار هي تساوي شدة الطيار تمام طيب تعال بلعبة بسيطة كده هنعملها مع بعض ده موصل فيه مقاومة الموصل بدايته النقطة ايه للنقطة بي نهايته والمقاومة في النص المقاومة دي هنا السهم ده سهم الطيار مش الطيار بيمر في المقاومة ايوة بيمر في المقاومة طيب المقاومة دي على اطرافها ان الجهد بيقع على اطراف المقاومة او الحمل ودايما بنقول ان الطيار بيمر في المقاومة او الحمل تمام كده طيب عملنا لعبة بسيطة كده علشان نسهل على نفسنا وهي المسلس اللي موجود قدامنا ده المسلس ده بيقول ايه حطينا الفي فوق والاي والار تحت والمسلس ده حضرتك درست زيه في الاعدادي وخدته بقى في الكتلة والحجوم والسعة والحاجات اللي هي في العلوم اللي انت خدتها طريقة المسلس دي بتبقى مسهلة علينا كل حاجة طب يعني ايه قالت على هنا على الداتا بتاعتنا نتكلم عن القانون اللي احنا هنحسبه قانون قوم هو قال لي ان انت عندك مسلس حطينا فوق الفي وتحت الفي جميل طب ما تيجي نرسم دايرة كهربية برضو نقول ان انا عندي هنا مقاومة كهربية وعندي هنا ادي منبع نقول منبع طيار متردد مثلا وعندي ادي الدايرة الكهربية بتاعت اجتمت هو دلوقتي مش انا عندي هنا منبع جهد صح كده او منبع طيار ايوه طلعلي طيار من هنا اسمه اي يبقى الطيار مر في المقاومة ولا لا مر في المقاومة وهنا المنبع دا في توتل ولا لا الجهد الكلي او الجهد المنبع صح كده يعني الطيار بيمشي في الدايرة كده صح يعني بيمر في الدايرة طيب لو عاوز الجهد قال لي الجهد دا بيقع على اطراف المقاومة يعني لو انا حطيت جهاز فولتاميتر هنا كده لو قلنا هنا ايه دي جهاز فولتاميتر اهو كده هيبقى توازي مع المقاومة مرئيس الجهد طيب هو نص قانون ام كان بيقول ايه يا شباب مش كان بيقول انه فرق الجهد بين نقطتين مش دول النقطتين بداية ونهاية المقاومة ايوه فرق الجهد بين النقطتين يعني الفي بيساوي كان بيقول ايه في نص القانون ان فرق الجهد بين النقطتين بيساوي حاصل ضرب قيمة المقاومة في صح كده الطيار المر في المقاومة هو الكلام ده انا جبته منين ما هي لعبتنا اهل اللي لعبناها مع بعض صح كده هو الفي بيساوي ايه الايفل ار يعني حضرتك لو انا خبيت الفي كده تمام مش يبقى عندي الفي تمام طب واحد يقول يا مستر طب لو طلب مني انا عاوز احسب قيمة المقاومة اهو يا فندم خبي الفي كده وقل لي ان الفي على اي ها تمام كده يبقى عندي الفي على اي بص بسيطة خالص للي نسي القانون في الاعدادي بسيطة طيب لو عاوز هنخبي يبقى انا هنا حسبت شدة الطيار وهنا حسبت ايه فر الجهد صح كده وهنا حسبت ايه قيمة المقاومة الكهربية صح كده يبقى انا من الكلام ده قدرت اقول او اطبق قانون اوم صح كده طيب في جزء مهم اوي لازم برضو تبقى انت اواخد بالك منه هو اطبق قانون اوم هينفع بالكلام كده بس يا فندم اقول لك لا ده مش هينفع بالكلام كده بس لكن لازم ايه لازم نبقى فاهمين حاجة مهمة اوي ان علشان اطبق قانون اوم لازم اطبق القانون بالتوالي والتوازي واشوف قيمة الجهد واشوف قيمة الطيار وهل الجهد هيتجزق على الاحمال ولا لا ده هيودينا لنقطة تانية اللي هي توصيل التوالي والتوازي تمام للمقاومات طيب تعال نشوف الملحوزة دي مع بعض على شاشتنا هتلاقي بيقول ملحوزة عند سبوت المقاومة تكون العلاقة بين الطيار المار في موصل وفرق الجهد بين طرفيه علاقة خطية طب دي تجيلي ازاي يا مستر اتسئل فيها ازاي هقولك والله ممكن تبقى صح وغلط ضع علامة صح او علامة خطأ عند سبوت المقاومة تكون العلاقة بين الجهد والطيار علاقة خطية صح ولا غلط او عند سبوت المقاومة تكون العلاقة بين الطيار والجهد نقط تمام يبقى علاقة ايه خطية دي جزء مهمة اوي لازم او ملحوزة او معلومة مهمة اوي لازم تبقى عرفها طيب بعد كده بعد كده هندخل على جزء مهمة اوي اسمه تمييز المقاومة بالالوان يعني المقاومة انا ممكن احدد قيمتها قياسيا باستخدام اجهزة الام ميتر المالتي ميتر الافو ميتر هنقدر نقيس قيمة المقاومة طيب في طريقة تانية اه ما عنديش اوم ميتر هو ما عنديش مالتي ميتر ما عنديش اجهزة قياس المقاومة ده كل الحكاية انا عندي جهاز اميتر وجهاز فولتاميتر مش اللي اتنين هيطلعوا قراءة هيطلعوا قراءة لو قلت ان المقاومة بتساوي قراءة جهاز الفولتاميتر على قراءة جهاز الام ميتر مش كده حسبت قيمة المقاومة جميل هادي طريقة يعني انا يا اما قيمة المقاومة دي اجيبها عن طريقة اجهزة القياس وايس قيمة المقاومة هادي طريقة يا اما عندي فولتاميتر وام ميتر واستقيمة جهد على قيمة قراءة الأميتر فطلعت لقيمة المقاومة انت كده بروفاشنال واحد تاني يقول لي طيب ما عنديش اجهزة طب اعمل ايه يا مستر هقولك بقى طبص على الصورة اللي معانا دي هتلاقي ان المقاومة عليها مجموعة من الالوان مجموعة ايه من الالوان بص على الصورة كده يا فاندم معانا هتلاقي ان كل مقاومة من دول هتلاقي الالوان مختلفة يعني المقاومة دي الوانها مش زي المقاومة دي طب الكلام ده معناه ايه معناه انه انه لو بصينا على الصورة دي كده هتلاقي مجموعة من الالوان تمام طب مجموعة الالوان دي هتبقى ايه قال لي بناء على كل لون من دول بيبقى مناظر لكل لون رقم تمام حيبقى نقدر نحدد قيمة المقاومة طيب المقاومة دي كده تختلف عندي اه تختلف عندي كل المقاومات دي كل واحدة من دول لها قيمة مقاومة معينة حسب الالوان اللي عليها طب تعالى بقى ندخل على الشغل الجامد بتاعنا اللي هو بيقول لي يتم بيان قيمة المقاومة السبتة سواء مقاومة كربونية او مصنوعة من اكسيد معدني عن طريق وضع حلقات ملونة على جسم المقاومة الخارجي تدل على قيمتها وكذلك على درجة التفاوت الخاص بها يعني الكلام ده يا فاندي بيمشي على المقاومة السبتة بس ايوه على المقاومة السبتة هي اللي هتلاقي عليها الوان كده تقول لي ليه بقى بتروح للمحل مثلا او المكان اللي بتشتري منه العناصر الالكترونية تقول له نعايز مقاومة واحد كيلو فهو عارف المقاومة الواحد كيلو محددها عن طريق الالوان هو مش هيئيس كل المقاومات ده هو عارف الالوان اللي عليها دي تديني واحد كيلو اوم فحطتها في درجة لوحدها ودي مقاومات خمسة كيلو اوم حطتها في درجة لوحدها تمام؟ ليه؟ بناء على الالوان اللي عليها هو بيبقى فاهم الالوان دي وحضرتك النهاردة ان شاء الله انت كمان هتفهمها باذن الله تمام؟ طيب تعالا بقى نشوف الجدول اللي قدامنا ده بيقول لنا ايه الجدول ده يا أسادزة هو الجدول اللي هامشي عليه بالألوان والقيم بتاعته لو بصينا على الجدول ده هتلاقي على الشمال الكورر او العمود اللي على الشمال حاطط لي مجموعة ملي الألوان البني الأحمر البرتقالي الأصفر الأخضر الأزرق البنفسيجي الجري أو الرمادي والويت الأبيض وكمان عندي جولد وسيلفر اللي هم الدهبي والفضي تمام طيب وقدام كل لون الجدول التاني أو التلات أعمدة اللي بعده على طول في المنتصف هتلاقي بيقول لي الديجيتس وان أو الديجيت وان اللي هي المرتبة الأولى أو اللون اللي جاي في المرتبة الأولى وخلي بالك المقاومة بنقرأ ألوانها من الشمال من على اليسار تمام طيب عادي طيب ما أنا ممكن يا مستر أمسكها ولفها في إيدي بقت من اليسار هقولك المقاومة ملهاش قطبية يعني ملهاش طرف موجب وطرف سالب ولكن ولكن في ألوان ما تجيش إلا على اليمين في ألوان ما تجيش إيه إلا على اليمين تمام طيب يبقى هنا بيقول لي أنه الديجيت وان أو الديجيت تو والديجيت تلاتة أو المرتبة الأولى والتانية والتلتة أو اللون الأول والتاني والتالت دول هيبقوا ماشيين الأسود رقم صفر البني رقم واحد الأحمر رقم اتنين الأورنج أو البرتقالي تلاتة الأصفر أربعة الأخضر خمسة الأزرق ستة البنفسجي سبعة الرمادي تمانية الأبيض تسعة طيب يا مستر هو أنا الألوان دي مش عارف أحفظها الجدول ده كبير ومش عارف أحفظه تعال كده بقى ههمس في ادنك بكلمة ودي حطها حلقة في ادنك كلمة كده هتسهل لنا لإيه الموضوع ده كله اللي هو إيه في جزء هنا انت لازم هتحفظه لازم هتحفظ اللي هو إيه ترتيب الألوان الكلمة دي هتسهلك ترتيب الألوان الأرقام الكلمة دي هتسهلك الأرقام ولكن اللي هو نسبة التفاوت ودي نقولها بعد ما نقول الكلمة بتاعتنا دي بص كده فاندم هنكتب كلمة مع بعض ونرتب الجدول بناء عليها بص كده بيقول لي سنحرص هي الكلمة تبان غريبة بس هنقول دلوقتي هنحتاجها في ايه سنحرص خزن نمب الكلمة تبان ايه غريبة عليك شوية ويعني هي ايه خزننا مش مهم بس احنا هنقول دلوقتي ايه تعالى كده كل حرف من دول من اليمين ادي له رقم بس هنبدأ أرقامنا من الصفر تمام هم عشر ألوان فمعنى انك تبدأ من الصفر يعني هتوصل لرقم تسعة تمام يبقى هنا السين صفر النون واحد احمر اتنين او الحا اتنين الر تلاتة صاد اربعة الخا كان خمسة زي ستة النون سبعة الميم تمانية طب خدت بالك من حاجة مش هم كده العشر ألوان جميل طب ما تيجي كده نقول السين بيساوي ايه قال لي والله بص الحرف الواحد من دول تاني حرف في اللون طب فهمني تاني الحرف اللي في الكلمة دي هيبقى تاني حرف في اللون انت لو فهمتها هتسهل عليك الجدول تماما هنقول ايه السين تاني حرف في اللون يعني اسود تمام كده يبقى بكام بصفر يبقى اللون الاسود السين تاني حرف فيه طب النون مش يبقى ها برافو عليكم بني تمام هيبقى بكام بواحد طيب الح هيبقى مين الاحمر له الح تاني حرف في اللون صحي كده هيبقى اتنين ودي سفر تمام طيب بعد كده الصاد هتبقى ايه اصفر اه لا الريه الاول بقى اسف الريه عشان ما تنساش لون الريه هتبقى بورتقالي تمام كده يبقى ايه تلاتة الصاد هتبقى اصفر او هتنسى لون في النص بقت اربعة صح كده شباب طيب ايه تانية مستر الخ هتبقى ايه اخضر هو انا مش بجيب الالوان من دماغي بس انا بعمل ايه انا بقولك ان الخ تاني حرف في مين في اخضر الصاد تاني حرف في ايه في الاصفر اللون او الحرف اللي هنا هيبقى تاني حرف في اللون تمام كده بعد كده ازاي هتبقى ايه الازرق ازرق اهو هتبقى ستة تمام طيب بعد كده قال لي عندك النون طيب احنا خدنا النون قبل كده يا مستر هقولك لا النون هنا بنفسجي تمام البنفسجي هنا هيبقى رقم كام سبعة طيب عندي ميم الميم هنا هتبقى ايه ها رماضي هتبقى رقم تمانية تمام وعندي البي اخر حرف هيبقى ايه ابيض تمام الابيض ده هيبقى رقم تسعة شايف الحروف دي كده الحروف دي جمعتلي ايه ترتيبة الالوان بتاعتي ده بقى لابننا وبنتنا اللي هي بتقول اصل الجدوى الكبير ومش هعرف احفظه وهيبقى اه صعب علي وخلافه يبقى انا كده عملت ايه سهلت خالص الجدول اللي قداني اتبقى اني اعرف ايه بقى الوان التفاوض تعالى معانا على الجدول بيقول لي هنا في الثلاث اعمدة اللي هما على اليمين دول هتلاقي في هنا عمود اسمه المضروب او الملتبلاير ده المضروب يعني ايه المضروب ده معناه انه لو اللون اللي جاي قداني بواحد تمام يبقى اضرب صفر واحد ازود صفر واحد ده اللي هو ايه يا سادزة يعني عندي اللون الاول والتاني والتالت ارقام هنا خدوا بالكم الاول والتاني والتالت ارقام هاخدهم من الجدول ده تمام كده اللي هما ايه من صفر ال 9 طيب لو بقى فيه لون على الشمال من الشمال كده اللون الرابع تمام اللون الرابع هنا هيبقى ايه هو من الملتبلاير هنا او المضروب اللي هنا يبقى هنا الاسود بصفر يبقى كايني ضربت في واحد ما لوش قيمة تمام طيب لو قال لي بني عشان دي هتقابلنا في امثلة البني بواحد يبقى كايني حطيت صفر واحد بزود صفر تمام طيب الاحمر لو اللون الاسود ده احمر هيبقى بركان باتنين يبقى ضربت في صفرين يبقى ضربت ايه في مية تمام كده شباب طيب امال ايه يا مستر نسبة التفاوت قال لي نسبة التفاوت دي شايف اللون اللي هيبقى هنا ده ده بيبقى لون لوحده على اليمين اما دهبي او فضي تمام كده بيبقى موجود الالوان دي على اللي هي نسبة التفاوت ودي بتبقى بالزيادة او بالنقصة تمام يعني اقدر اقولك مثلا الدهبي 5% السيلفر الفضي 10% تمام دي نبقى واخدين بالنا منها علشان دي اللي هي نسبة التفاوت اللي بنتكلم عليها طيب تعالى بعد كده نشوف مثال والمثال ده هنبدأ نشوف مقاومة بيقول لي احسب قيمة المقاومة الموضحة بالشكل التالي طبقا للالوان الموضحة على جسم المقاومة فين يا مستر المقاومة بتاعتنا تعالى نشوف المقاومة اهيت وقادي الالوان بتاعتنا بني واسود واصفر ولون التفاوت دهبي او نسبة التفاوت اللون اللي على اليمين هيكون ايه لوحده دهبي تمام طب نكتب الالوان بتاعتنا كمان ادي بني اسود اصفر دهبي تمام كده طيب عايزين نحل يا مستر المثال ده مع بعض نعمل ايه قال لي تعالى نشوف الالوان قلنا بنقرأ الالوان من الشمال تقول لي يا مستر ما انا هلف في المقاومة النحيا دي هقول لك اللون اللي يبقى الواحده ده على اليمين تقول لي انا مسكتها مقلوبة اللون اللي الواحده ده تاني اللون اللي الواحده ده بيبقى على اليمين خلاص كده طيب تعال نقول ان الار تساوي طبعا بتكتب كده الار اللي هي قيمة المقاومة تساوي اللون البني رقمه كام يا شباب ها اللي كان فاكر الجدول ارجع للكلمة سنحروس خزنب النون كان الحرف التاني يعني السين بصفر والنون السين اسود بصفر والنون بني بواحد يبقى على طول كده افتكرت بص اهو واحد تمام كده طيب بعد كده الاسود الاسود ده كان ايه يا مستر كان اول لون او انا مش فاكر الجدول فقلت كلمة سنحروس خزنب كان السين الاول اول حرف يعني اسود كان الاسود بصفر يبقى على طول ايه كتبنا الصفر سهلة من الصعبة طيب بعد كده اللون التالت اصفر والاصفر ده كان اللون الكام يا اسادزة كان برقم اربعة يعني كان اللون رقم خمسة صح كده يعني كان قمته اربعة طيب اربعة ده هيتحط مكانه ايه بعدده اصفار ماهو ده اللون الاخير فين في التلات الوان دول تمام كده اللون الاخير فين يا اسادزة ها في التلات الوان دول الاخير هو مضروب الاخير ايه ده مضروب فاكرين المضروب يعني ايه بنضرب في عشرة او بنضرب في واحد لو اسود هنضرب في واحد فاكرين الجدول لو بني بواحد يبقى نضرب في عشرة نزوج نضرب ايه عشرة سفر واحد لو بتنين هيبقى نضرب في مية لو بتلاتة نضرب في ألف تمام كده يبقى الاصفر عندي đây هنا حطيت بعدده أصفار كإني ضربت العشرة في ألف كإني قلت إيه عشرة في ألف طيب وبعد كده الدهبي ده إعلقته قال للدهبي ده بقى اسمه نسبة التفاوت فعلى طول بعد ما خلصت الثلاث ألوان دول واحتقايل زائد أو ناقص يعني بزيادة أو بالنقصان كام الدهبي خمسة في المية هنا مستر لو سبتها كده أنا صح 100% صح طب واحد تاني فاهم بقى وراح عامل ازاي معنى الكلام ده مستر إن الار تساوي عشرة كيلو أوم صح كده آسف المفروض 100 تمام طيب يبقى هنا خمسة في المية برضو يبقى 100 كيلو أوم وهنا نسبة التفاوت بتاعتها خمسة في المية تمام كده يعني قلنا إن العشرة في عشرة قصة أربعة تساوي 100 كيلو أوم أهيت 100 كيلو أوم وموجب أو ناقص أو زائد أو ناقص بالزيادة أو بالنقصان اللي هي نسبة التفاوت خمسة في المية طيب هو يعني إيه خمسة في المية ويعني إيه نسبة التفاوت يا مستر قال لي والله إن لما تيجي تقيس قيمة المقاومة إنت مثلا المقاومة دي قيمتها ألف أوم تيجي تقيس قيمة المقاومة تلاقيها زايدة شوية أو ناقصة شوية دي اسمها نسبة التفاوت تمام؟ نتيجة بقى تقادم وعمر المقاومة والمادة المصنوعة منها المقاومة واحتكاجات المقاومة والعوامل بقى إيه عوامل مختلفة على المقاومة كده إما بتزودها أو بتنقصها بنسبة التفاوت هي دي اللي بالزيادة أو بالنقصان اللي بنسميها نسبة التفاوت تمام كده؟ طيب تعالي نشوف مثال تاني بيقول لي احسب قيمة المقاومة الموضحة بالشكل التالي طبقا للألوان الموضحة على جسم المقاومة طيب برضو عندي مقاومة تانية وآدي الألوان اللي موجودة عليها تمام؟ وخد بالك إن هم ثلاثة ألوان على الشمال وبرضو عندي إيه؟ لون واحد على اليمين تمام؟ طيب هنا نعمل إيه؟ قال لي والله برضو هنكتب الألوان دي أو هو هيبقى كتبها لي في المثال إحنا بنكتبها هو أصفر وبنفسجي ودهبي ودهبي طيب هنا الدهبي ده الأولاني مش من ضمن الثلاث أرقام دول أيوة من ضمن الثلاث أرقام دول وهنا اللون الدهبي ده لوحده هيبقى نسبة التفاوت طيب كده يبقى إيه؟ نسبة التفاوت طيب نقول إيه تاني؟ قال لي الأر تساوي تساوي إيه؟ قال لي هنا الأر هتبقى اللون الأصفر كان بيساوي كام أربعة والبنفسجي كان بيساوي كام سبعة يبقى سبعة واربعين صح كده؟ طيب وهنا الدهبي قال لي الدهبي ده معناه عشرة أس سالب واحد طيب إش معنى في الجدول هناك في العمود اللي هو التالت من اليمين اللي هو كان بتاع المضروب كان الدهبي معناه إنك بتضرب في واحد من عشرة يبقى هنا كأننا بنقول عشرة أس سالب واحد تمام؟ طيب موجب أو سالب الدهبي كم بكم يا ستزة؟ خمسة في المية يا مستر برافو عليكم يعني هنا أقدر أقول إن سبعة واربعين في عشرة أس سالب واحد تمام؟ موجب أو سالب خمسة في المية واسيبها أقدر أسيبها كده وأقدر أسيبها بالشكل ده تبقى أربعة وسبعة من عشرة أم بزيادة أو بالنقصان نسبة التفاوت كام؟ خمسة في المية يبقى كده إحنا برضو يدرنا نحسب قيمة المقاومة عن طريق القياس أو نجيب قيمة المقاومة عن طريق القياس أو نجيب قيمة المقاومة بمعلومية الجهد والطيار أو في حلقة سابقة تكلمنا إن المقاومة أقدر أحسبها عن طريق المقاومة النوعية ساحة مقطع الموصل وطوله الموصل وهنا قال لي لا ده من غير الكلام ده كله أنا حطط لك ألوان الشركة المصنعة حتى ألوان على المقاومة أقدر من خلال الألوان دي كل مقاومة قيمتها بتتحدد من الألوان اللي عليها تمام كده شباب يبقى كده استفدنا مهارة جديدة اللي هي تحديد قيمة المقاومة عن طريق الألوان الموضحة على جسم المقاومة تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح على أن نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته